بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسنوا عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع المسر هل ترى من فطور ثم ارجع المسر كرتين ينقلب إليك المسر خاسيا خاسيا وهو حسير ولقال زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوجا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بدنبهم فصحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغطرة وأجر الكبير وأسروا قولكم أذج هروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكمها وكلوا من رسقه وإليه النشور أأمرتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أميرتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبط ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جرد لكم ينصركم بيطون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرصقكم إن نمسك نسفه بل لجو في عطوي ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سميا أمن يمشي سميا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار واللحدة قليلا ما نشكرون قل هو الذي ذرأكم في العرض وإليه تخشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عيد الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة ترسية وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه تركت الله فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماءكم غولا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم